يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بأحلى جمهور في الدنيا جمهوره ده حماه على الحلوة والمرة معاه ده الشعار التي تعودت علي جمهير النادي الأهلي لسنين طويلة والقصة مش قصة أغنية والقصة مش قصة كلام لكن في أوقات كتيرة جدا كان دور الجمهور واضح وده اللي يمكن محتاجينه الفترة اللي جاية لأنها فترة صعبة بتمر علينا كلنا الفريق بيعاني من يعني حاجات كتيرة جدا خسارة بطولة دوري أبطال كانت ضربة قوية جدا وخصوصا في ظروف صعبة جدا أثرت على اللعيبة أثرت على الجهاز الفني اللي كان عنده طموح كبير جدا يحقق إنجاز هو الأول من نوعه في التاريخ الإصابات رحيل مستر موسيماني كلها ظروف تخلينا نبص على اللي جايب نظر مختلفة اللي أهلي مش بقصة الجمهورية والشعبية أو جمهور الأهلي يعني مش قصة أنه الجمهور واحد من أكبر الجمهور على مستوى العالم لا الأهلي وجمهور الأهلي بدوره وتأثيره ومسندته الفرقته في الأوقات الصعبة وأنا بعتقد أنه الوقت اللي احنا بنمر فيه أو الوقت المرحلة اللي احنا داخلين عليها مرحلة بكل تأكيد صعبة جدا ليه بقول كده؟ لأنه طبعا أنت عندك كم كبير جدا من الإصابات في الفترة الأخيرة أخيرهم طبعا حمدي فتحي وعلي معلول في مباراة الزمالك داخل على مطشاط أو ضغط مطشاط هتلعب تعريبا كل ثلاث يام مطش طول الفترة اللي جاية بتنافس في ثلاث بطولات مطلوب منك أنك تحقق أو تفوز بالثلاث ألقاب كاس قديم وكاس جديد وبطولة الدولي طبعا اللي ما اعتقدش أنه في حد عنده استعداد أنه يتخلى عنها وبالتالي محتاجين جدا جدا دور الجمهور مهم جدا الفترة اللي جاي أنا عارف أنه في ملفات كتير جدا شغلاكم وعارف أنه الناس كلها بتتكلم النهاردة عن نمرة واحد اسم المدير الفني ونمرة اتنين عن صفقات الموسم الجديد بس اسمحوا لي أقول لكم أنه مش وقته خالص يعني من باب الاطمئنان ممكن من باب أنك تعرف اسم المدير الفني الجديد أو تشوف السيفي ناس كلها بتتكلم عن السيفيهات النهاردة وأنا سمعت في الفترة الأخيرة أكتر من عشر أسماء أنه الأهلي بيفوضوا جزء منهم كبير يعني بدون ذكر أسماء جزء كبير منهم الأهلي مكلمهمش أساسا وجزء تاني ممكن يكون فتحت قنوات تواصل ممكن تكون بعض الطلبات اللي طلبت بعيدة تماما عن تصور النادي الأهلي وإمكانات النادي الأهلي في الفترة اللي جاية بس اللي خلينا نتفع عليه أنه قصة مش قصة سيفيه يعني ما يتهقليش أنه فيه مدير فني جي مصر هنا وجي مع الأهلي تحديدا تقدر تربط نجاحاته بالسيفيه من والجزء؟ معلش مع كامل الاحترام مش بنقوله عليه واحد من آيقونات التدريب اللي جوهم مشتغلوا في مصر واحد من أنجح المدير الفنيين لم يكن الأنجح على الإطلاق مع النادي الأهلي ما كانش حد يعرف من والجزء قبل ما يجي لما تيجي يتقارن اسم زي مارتين يول سيفيه محترم جدا واسم عالمي وإي لأخ لكن إنجازاته على الأرض ما أعتقدش أننا كلنا متفقين عليها فييلر نفسه بالمناسبة فييلر نفسه لما الأهلي جابوا مين فييلر يا جماعة ومين بلجيكا ده وراجل ده جاي يعمل إيه هنا وراجل ده لها يقبل أهلي النهاردة ناس كلها بتقول أيام فييلر والفرقة مع فييلر كانت في حتة تانية وراجل عمل نقلة بشكل كبير جدا للفريق الأول بل إنه ناس قالت كمان إنه نجاحات موسيماني جزء كبير فيها يعود الفضل فيه لمرحلة مستر ريني فييلر موسيماني نفسه لما جاه حجم الانتقادات والهجوم اللي تعرض لها الراجل مش هو هو بيخسر وهو بيكسب يعني الراجل ألقاب وراء ألقاب وراء بطولات وراء بطولات أهمها طبعا بطولة دوري الأبطال التسعة في تاريخ النادي الأهلي اللي كانت بعيدة بقالها سنين بقالنا سبع سنين لم نتوق بنوصل قبل نهاية وبنوصل النهاية ومش قادرين نحاق البطول وجيحة أهم بطولة في تاريخ النادي الأهلي أو من العشر ألقاب حوامنادي الأهلي أنا بشوف أنه النجمة التسعة دي عند الجماهير لو لم يحقق موسيماني غيرها كان حط نفسه في مصاف المدربين التاريخيين ورغم كده الراجل وصل كاس علم وجاب برونزية وجاب بعدها بطولة أفريقيا تاني وراح كاس علم تاني وفي ظروف صعبة واستثنائية وجاب برونزية تانية وحتى لحظة رحيله لم يسلم الراجل من سهم الانتقادات أو الهجوم في بعض الأوقات بيكون هجوم مفتعل أنا عارف تماما أنه في ناس دايما من مصلحتها أنها لما تشوف مسيرناك هتحاول تعطلها لو مش عارفها في الملعب يبقى برها الملعب لو مش عارفها بشكل مباشر تبقى بغير مباشر وسوشال ميديا وحالة الهاجة الشديدة جدا اللي كانت حصلة طول فترة موسيماني من أول ما تولى المسؤولية الرجل لغاية لما رحل كانت مرحلة هجوم مستمرة ما أعتقدش أنه فيه مدرب في تاريخ الكورة المصرية حقق الإنجازات دي في الفترة أو فترة الزمنية دي في ظل الظروف الصعبة دي تلاحهم مواسم غياب جماهير إلى آخره كم كبير جدا بالإصابات والغيابات طول فترة المشوار وتعرض لهذا الكم من الانتقادات فالفكرة مش قصة الاسم مين والسي فيي ايه القصة رؤية النادي الأهلي لمستقبل لمشروع الفريق والأهلي الحقيقة دايما بيتبنى فكرة المشروع النقطة تانية أنه اللعيبة اللي موجودة النهاردة بتتعرض لضغط شديد جدا ضغط مرتبط جزء منه بالنتائج ونتائجنا بشكل عام في الفترة الأخيرة مش أحسن حاجة في الدنيا يعني مش هي مش الإيقاع آه وارد بنخسر مطش بنتعادل مطش لكن بناقدر نقوم بسرعة ده ما حصلش بشكل كبير لكن من ساعة ما تولى سامي أمصان المسئولية حتى ولو بشكل مؤقت فيه فرق حصل حسينا ممكن النتائج ما ترجمتش ده بشكل كبير وخصوصا مطش القمة بالمناسبة أنا بشوف أنه الأهلي أدى فيه مباراة خمسين خمسين يعني الأهلي ما كانش سيء في مباراة القمة بالعكس الأهلي بس ما استغلش فترة إيجادته أنه يخلص المباراة بدري بدري وده كان في الإمكان والسيناريو لو كان حصل كان سامي أمصان النهاردة بقى في حتة تانية خلص لكن في جميع الأحوال محدش يقدر يقلل من لا خبرات ولا إمكانيات سامي أمصان جوه الأهلي وبرى الأهلي النقطة التانية هو الضغط اللي محطوطة على اللعيبة الانتخادات اللي محطوطة على اللعيبة اللي بتأثر في أوقات كتير جدا خد بال حضرتك أنه اللعيف الأهلي مش بس بيلعب عشان الحتة بتاعت تحقيق البطولات والإنجازات اللي ترجع عليه بشكل شخصي ده واحد من الدوافر لكن كل مطش بيلعبه لعبة النادي الأهلي بيبقوا واحد من أهم أهدافهم ودوافعهم هي أن الجمهور الأهلي يبقى مبسوط في اللحظة اللي بيحس فيها أن الجمهور فقد الثقة فيه أو أن الجمهور يعني مش راضي عنه ده بيأثر ثقة تماماً أنه بيأثر على مستقى في أي مباراة فبالتالي حالة الدعم في وسط غيابات قبل مطش بكرة الحقيقة حتى يعني أمش أخدكم لمطش بيرامدز وما بعده بيرامدز في الكاس طبعاً بكرة مطش المحلة في الدولة لكن مطش بكرة الأهلي بيعاني فيه من غيابات بالجملة ولعيبة كلها مؤثر فمحتاجين الحقيقة الفترة اللي جاية كلها تركيز من جمهورنا دي أهلي في أنه يدعم فرقته في مرحلة المطبط الصعبة اللي هي على المرة معي زي ما أنتوا كنتوا بتقولوا ترجمة نانسي قنقر